اشتركوا في القناة مهما دلغت قدسته إلا إذا كان ده مش إنسان عادي مش human being وده أكبر دليل على أنه عيسى هو الله الظهر في الجسد والتجسد هو شيء فوق العقل لكن مش ضد العقل لأن الله كلي الحرية يفعل ما يشاء ولا يسأل عنه فما أبعد أفكاره عن أفكارنا وطرقه عن طرقنا لكن الكلام ده حضرة الأسيس إحنا فينا بالإيمان لكن لما بجي بشرحه لأصدقاء المسلمين اللي بحبهم من كل قلبي بيقولوني طب ليه تعقيد ده كله ما الإسلام بيقول إن الله هو القدير العظيم الغفور الرحيم ليه يجي ويجوع ويدخل الحمام ويتبهد العصالين ليه كل ده فإيه رأي حضرتك هاي فيه خطورة للتفكير ده وإيه موقف الناس دي من الحياة الأغربية نعم هذا بقودنا للسؤال الأول المسلمين يعني الله بيجوع بيشرب بيأكل بروح الحمام كامون كبر لي عقلك شوي حبيبي هو لما نقول إنسان كامل بلا خطية فعلا أخذ كل التحد وتعاطف مع بشريتنا وهذا رح نعرف يعني الأهداف ليه إن شاء الله في الحلقة القادمة لكن يعني كإنسان جاع يعني كإنسان المسيح كان نايم نام في السفينة مع إنه أخذ محدودية معينة لكن بنفس الوقت قام وانتهر الريح عنده السلطان طبعا كإنسان كان تعبان وعطشان وجعان عند بئر السامرة ولكنه كإله مملوء من الروح القدس كإنسان كامل مملوء من الروح القدس أيضا علم ما في قلب السامرية حكالها إنه أنت كان عندك خمس أزواج والسادس اللي أنت عايش معاه ما هواش زوجك وقادها إلى الخلاص فلا تحدد هوية الشخص بتفكيرك الجسداني وهذا بيقودك لشيء مهم جدا إذا الله اختار هذه الطريقة مين أنت ومين أنا حتى نعترض على طريقة الله بالحقيقة إنه الرسول يحنى حارب هذه البدعة بشراسة بشراسة جدا لدرجة إنه يعني بيتكلم في الإصحاح في رسالة يحنى الأولى بيتكلم عن ناس اللي ابتدأوا ينكروا مجيء المسيح في الجسد فعم يعني بيحكي لهم بكل بساطة إنه هذا هو روح ضد المسيح ولاحظ شو بيقول من هو الكذاب إلا الذي ينكر أن يسوع هو المسيح هذا هو ضد المسيح الذي ينكر الآب والابن كل من ينكر الابن ليس له الآب أيضا من يعترف بالابن فله الآب أيضا يعني بكل بساطة عم بيتكلم ضد بدع الغنصية وأنا قلت إنه المسيح التحد مش تشبيهي ولا تصوير ولا استنسابي ولا مجرد حالة هولمية أو خيالية أو تصورية حتى نصور شيء معين لا المسيح تجسد يعني حقيقة وهي المعجزة إنه في شخص المسيح يعني الطبيعتين كاملة إنسان كامل بلا خطية لكي يكون الفادي ويفدي خطية الإنسان يكون كفارة من أجل كل خطايا البشرية وإله لأن الله عاوز إيدين الإنسان فكأنه بقول أوكي أنا أخذت مكانهم بسموا الموت البديلي وجعل الذي لم يعرف خطية خطية لأجلنا لنصير نحن بر الله فيه يعني بينظر الله في إلنا من خلال بر المسيح وكأننا لم نفعل خطية منستاهل ولا منستاهل شو منستحق إحنا جهنم لكن يا لمحبة الله فأنت تعترض أو تستنكر هذه الطريقة بس في يوم من الأيام أنت كمان مطالب مسؤول لك تعرف وهنا التناصق والتناغم في العدالة والرحمة المحبة والقداسة وهذه كلها جمعت في شخص واحد في يسوع المسيح ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر